ونبقى في ذات السياقة حيث نظم اليوم يوما تفاكريا حول أوضاع اللاجئين في البلاد وذلك بمشاركة عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية مثل وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي آدم موسى والأمين العام لوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني عبدالكريم باتيل جرت أعمال اليوم التفاكري بمقرر المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين تقرير حلمي حليمة السعدية يعقب تسأى الهكومة الشادية اهتماما كبيرا بشؤون اللاجئين الخادمين من دول الجوار بسبب الأزمات التي شهدتها تلك الدول هايث دفع المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتآون مع وزارة إدارة الأراضي والحكم المهلي بتنظيم يوم تفاكري تحت إنوان فخدانة جنسية وهقه في الهصول عليها ممثل المفاوضية العليا للاجئين أكد بأن منظمته تعمل من أجل مساعدة اللاجئين في الحياة الاجتماعية والاختصادية من ناهيته ممثل وزير إدارة الأراضي والحكم المهلي آدم موسى ألفي قال بأنه هايثو قلصة بعد المشاركين في الملتقى التفاكري والتي شارك فيها بعد الدول مما دعت الحاجة على الغروج بنتائج ملموثة من الخيادات المشاركة وتقاسم الأفكار وطره المبادرات وفق رعاءة جمائية والمبادرات الوطنية لمقافة فخدانة جنسية موسى ألفي قال بأنه هايثو قلصة بعد المشاركة الهكومة بس قاي سايدة دايما في كاعدة يوديهم فيفر ومرات نسأل منازمات كل يسايدوا بيجوه إلما بأن البلاد قد وقعت منذ عام 1990 على المؤهدات التي ترمي إلى فخدانة جنسية ومنذ عام 2013-2014 قرابة 100 ألف من النازيين والفرين من إفريقيا الوسطى دخلوا البلاد كما أن اللاجئين ما يبلغ منهم 90% من العشخاص لم يحصلوا إلى الوثائق المدنية نهاية النشرة سيدات والسادة قدمناها لكم من الفضائيات الشادية شكرا على حسن المتابعة والإصغار الآن أوقات متقبلوا تحياتي والفريق العامل طابت أوقاتكم تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر